السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم البرح تم طرد رجل الغنوشي من أحد المساجد في الملاسين شفنا الفيديو رجلت على السوشيل ميديا رفعوا شيء عرد ديجاج وجولوا برشة اتهامات وهذا أثار جدل كبير بين الأتباع يعني رجل الغنوشي وإلا حتى يعني المواطنين العاديين اللي يقول لك بخلاف يعني الاختلافات السياسية وللموقف السياسية فإنه المسجد هو بيت الله كيفاش نجموا ونطردوا شخص أيا كان من المسجد في المقابل الناس أخرين يعني رحبت بالحادثة هذه وحكيت عليه وكل حد من وجهة النظر المتاع ونحب نسألكم الناس كل شنو أريكم في هذا الموضوع سينه ردود الفعل كانت مختلفة زدا من السياسيين اللي رفيق عبد السليم يعني علق على اللحادثة هذه وكتب تدوينه وقال يبدو أنه قيس سعيد في طريقه إلى تحويل الدولة إلى آلة بلتجة وعصابات إجرامية منظمة تعمل على عين وبصر وزارة داخلية وأجهزتها يعني هذا اتهام مباشر لوزارة الداخلية وأجهزة وزارة الداخلية من أنه ما يسميه رفيق عبد السليم بلتجة وعصابات قادين تحت حماية وزارة الداخلية وهذا اتهام خطير جدا جدا لأن وزارة الداخلية يجب أن تكون بمنأة عن كل الأطراف هي لحفظ الأمن العام في البلاد أي أن كانت المشاكل متاعنا ولا الخلافات متاعنا السياسية ووزارة الداخلية لازمنا نحيدوها على المشاكل السياسية وما نقحموهاش في مثل هالإشكاليات وكل حاجة معنى نوليون التهمه في أجهزة الدولة والوزارات والكل اللي هي وزارة الداخلية يعني ما يلزمش ندخلوها في المعركة السياسية كيفها كيف وزارة الدفاع كيفها كيف أي إدارة أخرى حتى الإدارات العادية معناها لازمنا وإحنا في تونس بعد الثورة يعني عنا مؤسسات هذيك عليش الدولة من هارتش كما اللي صار في سوريا بار اكزامبل ولا اللي صار في اليمن ولا ليبيا ولا اللي هو على خاطر حتى كيف يمشي بنعلي وجيت منظومة جديدة والاحتجاجات اللي صارت واللي صار من بعد والأحداث الاغتيالات اللي صارت في تونس عشنا معناها أوضاحة صعيبة على الأخر ولكن المؤسسات قائمة بمعنى أنت اليوم تنجم تمشي تقضي قلتك من أي بلاسة من بلدية من بانكة من بوستة من أي إدارة عادي جدا أي أن كانت أنتمائتك وإلا مواقفك عادي ما تلقى حتى حد يعترضك لأن هذه كان مؤسسات الدولة نفس الشيء معناها مش لازم ندخل وزارة داخلية في كل يعني في كل مشكلة قادة سايرة ديانسور إذا كان فما إجراءات بشيء تم اتخاذها على هذه الحادثة ولكن هذا أتيهم خطير من رفيق عبد السلام يقول وإلا ما معنى أن يستهدف أو أن يستهدف رئيس البرلمان وهو يؤدي صلاة الترويح وهو يهم بمغادرة أحد مسجد العاصمة من طرف مجموعة صعالي يعني أول حاجة أحب يوضح حتى هذي صارت وقت لي هو كمل صلى وروح على خطر البرح فما برش خلص بين اللي يقول ما خليه شي صلي وبين اللي يقول صلى وكمل كيف جاي خارج يتكلموا يوجه لهم زيدا يوصفهم بنعوت خائبة يقول عصابات يقول استهدف رئيس البرلمان يعني طبعا ما قالش هو المنحل ولكنه البرلمان المنحل وهو جاي مروح يقول مجموعة من الصعاليك منحرفين يحملون أسلحة بيضاء ويتفوهون ببذء الكلام أمام بيت الله من دون أن تحرك الدولة ساكنا في هذه الكل ما سمعنيش مثلا أنه رجد الغنوشي تقدم بشكاية في الغرض مثلا وإلا فماش كون نرفعها شكية ما نعرفوش معنيها التطورات الأمنية والقضائية يسكبش تتحول إلى أروقة العدالة وإلى لا يقول يقول الحمد لله أن تم تردهم شرى تردة من جموع المصلين وأهل الملسين الأشاوس وتمت ملحقتهم بعيدا عن المسجد مع دعاء اللعنة عليهم حشيكم النسي كل وعلى كل من نصرهم سرا وجهرا يقول ولكن تبقى هناك مجموعة من الأسئلة المعلقة هنا من دون إجابة إلى حد الآن من يقف خلف هذه العصابة ومن كلفها بهذه المهمة القذرة وكيف ينسق عناصرها ومن يقودها وما علقت قيس سعيد ووزير داخليته بهذه العصابة الإجرامية وأين الدولة واستعلاماتها وأمنها مما يجري يعني يوجه أصابع الاتهام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وإلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين وكأن قيس سعيد سيحرض على رشد الغنوشي لطرده من أحد المساجد طبعا خيل شي سعلي رفيق عبد السلام بهذه الأسئلة وهي اتهامة خطيرة يعني رئيس الدولة على أساس ما عنده ما يعمل يعني ما عندهش المشاكل اللي قادة صايرة في البلاد الكلها على عاتقه اللي هو بش يحرض على راشد الغنوشي ولا من عرش كيفيش يعني مباشر إلى قرطاج بالتورط ربما ولا التخطيط ولا السماح ولا التغاذي عن خطط لاغتيال رشد الغنوشي يعني يقول هل هذه أو هل هذا سلوك ضمن أجندة قرطاج الخفية في تدبير الاغتيالات السياسية والقتل العمد إنه ضمن مخطط ممنهج لدفع الأمور نحو الحرب الأهلية والتقاتل بين التونسيين اتهامات خطيرة جدا 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 ورسائل يعني رهيبة يوجهها رفيق عبد السلام بهذه التدوينة ويختم تدوينة ويقول ربي يحفظ تونس وقالها من شر أفعال قيس سعيد وعي صعباته السائبة نلقاه معناها كل شي يسير حتى تنجب تكون حادثة رهية عرضية إلا وتتحول إلى أجندة يعني أجندة معناها وكأنها مجهز لها ويتم التحذير لها ويتهم أعلى رأس في الدولة بالتورط في مثل هذه القضايا الخطيرة اليوم نلقى وزيد تصريحات جديدة لرشد الغنوشي يقول قيس سعيد رفض حل البرلمان سنة 2013 حين استشرته ولكن بعد تسع سنوات لم يرى مانعا في ذلك تصريحات جديدة المرهيذي لمجلة جونافريك يقول أنه وقت لحب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر حب يعلق أعمال البرلمان سنة 2013 العام اللي صارت فيه الاختيالات السياسية استشار وقتها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اللي أكد له وأنه لم تتوفر ظروف الملائمة للذهاب نحو تعليق أعمال التأسيسي ويقول الغنوشي بعد تسعة سنوات لم يرى أستاذ القانون الدستوري الذي أصبح رئيسا فيما بعد أي مانا في حل مجلس نواب الشعب رغم أن السيناريو مشابه في تعدي صارخ على أحكام القانون الأسيسي الذي تم إدراجه في دستور 2014 ويأكد الغنوشي أنه فما الشيطن ممنهج للعشر سنوات التي تعديوا على الرغم من تحقيق العديد من النجاحات في الانتقال السياسي والدستوري والذي توجى بحصول تونس على جائزة نوبل لأسلام ولهي الحقيقة دور المنظمات التي أمنت بالحوار ووقتها حركة النهضة لم تحب تسلم الحكم إلا بعد جهد جيد واعتصامات في باردو غيرها تتفكروا الأحدث لكم